أصدرت أثيوبيا رداً على قرار صدر عن القمة العربية الأخيرة لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع دي سابابا حول سد النهضة الأثيوبي وتقول دي ساباباً سد النهضة وهو مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهرمائية وتبلغ تكلفته 4 مليارات دولار يشكل أهمية بالغة لدعم تنميتها الاقتصادية لكن مصر والسودان تعتبرانه تهديداً خطيراً لإمدادات المياه الحيوية لهما وأقالت الخارجية الأثيوبية أنها تلقت بامتعاض قراراً صادراً عن القمة العربية التي عقدت في السعودية والذي كرر الخطاب العدائي المصري المتعلق بسد النهضة وأضافت أن القرار يشكل إهانة للاتحاد الأفريقي الذي يعمل على التوصل إلى حل تفاوضي ودي لقضية السد ويتعرض مع التاريخ العزيز والمشترك لشعوب أفريقيا والعالم العربي وأردت الخارجية المصرية الأربعاء ببيان قالت فيه أن البيان الأثيوبي كان مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولي الحقائق بل ومحاولة يأساً للوقعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً ونفى البيان المصري صحة ما جاء في البيان الأثيوبي عن أن خبراء الدول الثلاث اتفقوا على تفاصيل ملء السد وكذلك القواعد الارشادية والقواعد الخاصة بالملء الأول للسد وتشغيله وأقال أنها ادعاءات غير حقيقية وأتقول مصر أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها أثيوبيا تنتهك اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015 تتخذها دو